محرومون فقراء يواجهون متاعب الحياة العسيرة وسنة 2019 تنقضي دون أمل تحقق في بلوغ العيش الرغيدي أخرني ما عنديش خلاص ندي فيه 15 ميال انتعلنت ريت ما يكفي منيش خلاص والدوان تاعة هذي يدير تيجري طول يدير 40 ألف وما كانش سمانة سمانة يتفضل وهذا كتاعة ديباكيني دير 106 ولتقديم يد العون لهذه الفئة الهشة من المجتمع قافلة شتاء دافئ نظمها مكتب بلدية أم البوقي لدى جمعية الإرشد والإصلاح الجزائرية جابت مختلف المناطق النائية لتوزيع مواد غذائية وبطانيات ومدافة إن شاء الله سنجيسه الولاية كامل يعني وليتهم نبواقي بقراها ومشاتيها وأريافها إن شاء الله وبهذا المناسبة إن شاء الله نشكر محسنين وداعمين لجمعية الإرشد والإصلاح ورب إن شاء الله العملية راح تستمر إلى نهاية فصل الشتاء إن شاء الله كاميرا النهار رفقت قافلة الشتاء الدافئ مشاهد للتكافل الاجتماعي تجسد لقيم التضامني في مثل هذه الظروف ما جعلنا نقف معا على حالات لعائلات ينهشها الفقر والمرض كحالة هذه العائلة القاطنة بقرية سيدرغيس تجيب لنا الميلف باش نهزوك إن شاء الله وكل شهر نديرو لك إعانا إن شاء الله نديرو الكاءة الميلف كي تجي عندنا نعتكل واش تدير ميلف أروح الساعة عندنا جيب بطاقة تعرفتاك وأروح برب إن شاء الله نديرو لك قسمة للمعوقات هذه ولكنتا نعونوك بها إعانا سوى مواد غذائية ولا لباس ولا دقيب ولا العيد الصغير ولا العيد الكبير المهم برب إن شاء الله مناسبة كل من خليه وشك جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية بكل طواقمها الشباب يشدها الخير فيما تسعى جاهدة ليلبس الفقير ما يدفئه في منزل بارد